قدمت الأمم المتحدة لقاحات ضد التهاب السحاية للأطفال في مدينة معظمية الشام بريف دمشق وشملت لقاحات أطفالاً في المدارس تتراوح عمارهم بين 6 و 9 سنوات قدمت الأمم المتحدة لقاحات ضد التهاب السحاية للأطفال في معظمية الشام بريف دمشق بتنسيق مع قواته وحكومة النظام السوري المسيطرة على المدينة بعد سنوات من منع الأخيرة لها خلال سنوات الحصار وشملت اللقاحات عدة أطفال في مدارس معظمية الشام تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 سنوات وتلقى في اليوم الأول مئة منهم اللقاحة ضد المرض المذكور مع تقديرات محلية بأن تصل أعداد المستفيدين من الأطفال بنحو 700 طالب ويرافق الأمم المتحدة عناصر وموظفون من قوات النظام السوري بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري وتركز الأمم المتحدة بالآوينة الأخيرة على تقديم خدمات طبية للمدنيين في معظمية الشام مثل دخول فرق طبية لتقديم العلاج المجاني سبقها تركيب أطراف إصطناعية لأشخاص تعرضوا للإصابة جراء قصف قوات النظام ويأتي ذلك بعد سنوات منعت فيها قوات النظام المحاصرة لمدينة معظمية الشام دخول المساعدات الطبية ومساعدات الإغاثة الأساسية إليها حسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في 2014 وتوفي أطفال ومدنيون نتيجة نقص الغذاء والجوع خلال فترات الحصار لنحو 45 ألف مدني في معظمية الشام منذ 2013 والتي انتهت بسيطرة قوات النظام على المدينة منذ أواخر العام 2016 بعد اتفاق عقدته مع الفصائل العسكرية يقضي بخروج عناصر الأخيرة والراغبين نحو شمال سوريا ترجمة نانسي قنقر